الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قلت دكتور ابن فتوح فضل إسقاط الرموز في الأمة خطر على الأمة خطر على الدولة قد تصور البعض في مرحلة من المراحل أن إسقاط الرموز سيريح البلد بالعكس أبدا أنا قلت ذلك نعم هم يريدون حتى أن يسقطوا الأزهر وأن يسقطوا علماء بلاد الحرمين وعلماء بلاد المغرب وعلماء بلاد الخليج طيب لو سقط هؤلاء الأفاضل وسقطت رموز الأمة ما الهدف؟ الهدف أن تسقط القدوة كما تفضلت في أعين وقلوب شبابنا وأولادنا ليبقى المجال مفتوحا أمام شبابنا وأولادنا ليتلقى من مواقع التواصل ما يلقى إليه من سموم خطيرة هذا هو الخلل هذا هو المراد نعم إما أن تكون السموم في باب الشهوة أو في باب الشبهة مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب بل إذا امتدت يد عاقلة حكيمة تتهم بالجب والخيانة والخذلان إذا امتدت يد حكيمة عاقلة لشبابنا وأولادنا جذبتها أيدي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا وأولادنا ممن لا يريدون لهذا الشباب أن يتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بل يريدون لهذا الشباب أن يكفر كل أحد وأن يكفر المجتمعات كلها وأن يحمل السلاح ولذلك أنا أحذر وحذرت ولازلت أحذر الظلم والقهر والكبت أخطر بيئة حاضنة للإرهاب وللتطرف ابحثوا عن الأسباب الحقيقية لا تبحثوا عن النتائج والفكر لا يحارب بالسلاح هذا خلل ولو عشنا ألف سنة لن يتغير الأمر ولن يتعدل الوضع بل الفكر لا يعالج إلا بفكر العقيدة الفاسدة لا تصخح إلا بعقيدة صحيحة الفكر المنحرف لا يقتلع وينتزع إلا بفكر مستقيم صحيح فأنا أقول يجب علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لتعود العلماء حرمتهم ومكانتهم وأن يعمل الإعلام الذي حاول جاهدا أن يسقط كل هؤلاء الرمز في الأمة كلها أن يعود إلى رشده وإلى صوابه فإعلام الإثارة يهدم ولا يبني إعلام الإثارة يفسد ولا يصلح إعلام الإثارة لا يمكن أن يبني أمة أو أن يبني ضميرا أو أن يهذب نفسا أو أن يزكي خلقا لا بد أن نؤصل لإعلام الإنارة لإعلام البناء لإعلام الخلق لإعلام التقويم للإعلام الذي يرفع قيمة العلماء ومكانة العلماء في كل التخصصات وفي جميع المناح والاتجاهات وإلا فورب الكعبة النار لن تحرق فصيلا بعينه بل ستحرق الجميع فنحن جميعا مركاب سفينة واحدة إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلىها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقلوا ما أمروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرها حتى لا نؤذي من فوقنا قال بأبي وأمي وروحي لو تركوهما ما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين